أهلا وسهلا بحضرتكم ندخل في أخبار حلقة النهاردة والبداية هتكون مع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الرجل كان لي تعليق على صفحته يعني الشخصية على السوشال ميديا على التويتر تحديدا كلم فيه على ترشيحه اللي جايزت أفضل مدير فني في العالم لسنة 21 وده طبعا بعد مشوار أكتر من نجح مع النادي الأهلي في الفترة طبعا تولى فيها المسئولية عدد كبير جدا من البطولات القائمة دي شهدت عدد من المديرين الفنيين سواء الأفرقاء أو الدوليين يعني خلينا أقول لحضراتكم على سبيل المثال في نفس القائمة دي تواجد تونسي معين الشعباني اللي كان تولى مسؤولية طبعا الترجي في النسحة الأخيرة من دولي الأبطال وحاليا بيدرب المصري البورسادي موسيماني كتب على صفحته أو على حسابه على تويتر إنه لشرف كبير وامتياز أن أترشح من بين العقولة المديرة لكرة القدم في هذا الجيل شكرا لفريقي على الدعم المستمر وخلينا أقول لحضراتكم الأسماء اللي مترشحها مع ميستر موسيماني لنفس الجائزة زي ما قلت لكم طبعا موسيماني من الأهلي ومعين الشعباني من الترجي ومنهم كمان توماس طوخل طبعا مدير فني لتشيلسي ولنجح أنه يعمل طفرة في أداء تشيلسي ويفوز معاه بطولة دولي الأبطال في الموسم الأخير الأسطورة بيب جورديولا واحد من أفضل مدربي العالم والمدرب الحالي للمانشستر سيتي موريسي وبوكتينيو اللي بتولح حاليا تدريب باريس سان جورمان زيني دين زيدان مدرب ريال مدريد السابق وأناي إمري مدرب فيا ريال وأولي جونار سولشاير طبعا مدرب مانشستر يونيتد وده يمكن الاسم الوحيد اللي عليه علامة التفهيم هانس فليك مدرب باير ميونيخ الحالي جوليان ناجلزمن مدرب لايبزيج السابق ومدرب باير ميونيخ حاليا هانس فليك طبعا كان مدرب باير ميونيخ وحاليا هو مدير فني لمنتخب ألمانيا ودييجو سيميوني المدير الفني لأتلتكو مدريد ومعهم في القايمة طبعا واللي هنتكلم عليه النهاردة وعلى أخبار تولي مسؤولية توتنهام الإنجليزي أنتونيو كونتي المدرب الإيطالي الشهير واللحاقة مع الإنتر في الموسم الأخير طبعا الدوري دي الأسماء أو الملامح الرئيسية لقيمة أفضل مديرين الفنيين على مستوى العالم